وإلى تطورات الملف النووي الإيراني الآن إذ نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن المقترحات الإيرانية على الرد الأمريكي غير بناء فبعدما ردت إيران على الملاحظات الأمريكية بمناورة جديدة قال مسؤول في إدارة بايدا لمجلة بوليتيكو إن ردت إيران خطوة إلى الوراء كما نقلت المجلة عن دبلوماسيين أوروبي قوله إن الرد الإيراني سلبي وغير عقلاني مجلس الأمن القومي الأمريكي من جهته قال إن هناك فجوات متبقية بشأن الاتفاق النووي هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية قابلت الرد الإيراني بخيبة أمل مشيرا إلى أنه من غير المرجح التوقيع خلال أيام على اتفاق النووي وانا واشنطن قد تؤجل التوقيع على الاتفاق النووي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر وفي أوروبا قالت وزيرة خارجية الفرنسية إن الكرة الآن في ملعب طهران بشأن العودة للاتفاق النووي وتحدثت عن مواصلة إيران مد نفودها على حساب أمن وسلامة جيرانها كما أشارت إلى أن إيران تعتمد على ما وصفته بخطاب الهيمن على المنطقة ولا تريد التنازل عنها